فقال وسمعته يقول إن رجلا حضره الموت فلما يأس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم ففعلوا فجمعه فقال له لما فعلت ذلك قال من خشيتك فغفر الله له قال عقبة بن عمر وأنا سمعته يقول ذاك وكان نباشا